من ضمن أيضاً الأمور الهامة اللي هي تقارير المقرر الدراسي اللي هي الجزء ده تقارير المقرر الدراسي والتقارير هنا خاصة دايماً حضراتكم هتلاحظوها أن هي بتتعامل مع الطالب وخاصة مع مناطق المحتوى الخاصة بالمقرر يعني إيه مناطق المحتوى الخاصة بالمقرر يعني مثلاً حضرتك أنشأت محتوى في مثلاً مجلدات اللي الوحدة الأولى وفيه ملفات بدي اف وفيه كمان واجبات وأنشطة وما كل دي هنا كلها عبارة عن إيه عبارة عن محتوى لأن لما جينا نتكلم على لما جينا ننشئ منطقة محتوى وأنشأناها كان فيها إيه لأن ما ننشئ عناصر وملفات ومجلدات كل دي ضمن المحتوى أيضاً التقييمات الاختبار والواجب والأنشطة وكل دي موجودة دي إيه أيضاً في المحتوى تمام؟ حتى هنا العناصر اللي موجودة في القائمة دي بيقول أنه دي عناصر في قائمة المقرر الدراسي فلما الطالب هنا حضرتك تيجي هنا وتقول له أنا عاوز مثلاً كل أنشطة الطالب في مناطق المحتوى أو نظرة عامة على الطالب لمقرر دراسي فردي فالتسع أنواع من التقارير اللي قدام حضرتك دول هتجد أن كل واحد منهم على يساره دائرة كده أهي وفيها وفيها رأسها من الأسفل كل ما في الأمر اللي حاضر هتضغط عليها كده وتضغط على الحاجة اسمها تشغيل عشان تشغل التقارير ده أو تشغيل فهيزهر لحضرتك صفحة الصفحة ديت هتمنى بس أنه يشتغل لأنه كان فيه تحدث للبيانات على النظام وكانت الجزئية بتاعت التقارير دي كانت فيها مشكلة فهنتمنى بس أنها تشتغل فعلا فيها بطئ دلوقتي آه كويس فدلوقتي اللي حصل إيه إنه بيجيب لحضرك هنا الطلاب بقى كل طلبة الشعبة هنا أهم طبعا كل طلبة الشعبة موجودين حضرك حدد الطالب المسلا السيدة ده انت خمسة والتقارير التقارير هيكون على الطالب ده بس طيب وحضرك تجمع تحدد الفترة الزمنية اللي عاوز التقارير ده يطلع عليه يعني الطالب ده من بداية الفصل الدراسي مثلا لنهايته للمنتصف على آيان كان فترة أسبوع يوم يومين على آيان كان فمثلا حضرك هتحدد مثلا يوم الخميس مثلا واحد سبع الحد مثلا النهاردة من واحد حداشر لسبعة حداشر نفترض يعني وبعدين حضرك تضع على زر إرسال وحضرك تنتظر لما يحصل معالجة للطلب ويطلع التقارير التقارير بقى بيظهر فيه كل شي إذا كان الطالب فعلا له نشاط في السبع أيام دول أو في الفترة الزمنية ديت الفترة الزمنية دي اللي حضرك حددتها من 9-5-15-5 ولا لا هو هنا مكتوب لا من العثور على أي نشاط للطالب لكن لو كان في نشاط لو كان في نشاط هتجد حضرك أنه كاتب هنا هيكتب هنا تحت مثلا يعني الاختبارات أو الاختبار النهائي مثلا الاختبار النهائي وبعدين يكتب هنا أنه الوقت اللي دخل فيه الساعة كام عدد مرات الدخول لهذا الاختبار أنه قد إيه كل شيء هتلاقي حضرك كاتبه هنا كل عنصر بيكتبه وهو قضى عليه وقت قد إيه وهل دخل عليه مرة واحدة ولا أكتر من مرة كل شيء بيقى مكتوب في الجزء ده لكن لو مثلا ما ليش نشاط هتلاحظ أنه مكتوب لم يتم العسور على أي نشاط ليه ده الطالب النظرا لأنه فيه تحديثات على السيستم فحضرك لو دخلت وسويتي التقرير ده هيطلع لك على طول لأي طالب لأي طالب الجزئية دي لم يتم العسور على أي نشاط لحد بس ما يتم الانتهاء من التحديثات على النظام وبعد كده التقرير هيطلع بنتاجه الايه السليمة إن شاء الله بس دي من النقطة اللي حبيت أن انا ايه اوضحها لحضراتكم اللي هي جزئية التقارير جزئية الايه التقارير إن حضرك حدد أي نوع من التقارير تمام وتشغيل وبعدين حضرك حدد بقى طبعا عاوزه يطلع على نهاية بي دي اف ولا اكسل ولا وورد طبعا عاوز مثلا الفترة الزمنية من كام لكام طيب أنا محتاج الطلاب أحدد الكل يعني أحدد أول كنترول ايه يحدد كله زي ما أنا حددت الوقت ولا حدد مثلا السيدينت 6 وضغط كنترول من لوحة المفاتيح وأفضل ضغط بالماوس على السيدينت 7 السيدينت 9 أختارت ثلاث طلاب دول ولا اختارت كنترول ايه من لوحة المفاتيح أختارت كل كل ده عند حضرتكم وبعدين تضغط على زر الإرسال على ما يبتد أنه يعمل الايه يعمل المعاجعة عشان يطلع الايه يطلع التقارير فده الجزئية الخاصة بالايه الجزئية الخاصة بالايه بالتقارير طيب هل حضرتكم اي شيء مش واضح في الأمور اللي احنا شفناها مع بعض دلوقتي اللي هي اه ولوحة النواة الأداء تقارير المقرر الدراسي المستخدمون لو فيه اي شيء مش واضح يعني ايه نوضحه لحضرتكم مرة أخرى طيب هل لحضرتكم اي استفسارات خاصة بال احنا فقط الاختبارات دلوقتي بالنسبة للاختبارات بالنسبة للواجبات لأن الأمور دي كلها ايه أمور مهمة يعني طيب دايما دايما بأكد لحضرتكم على الجزئية الخاصة بالواجبات الجزئية الخاصة بالواجبات جزئية الاختبارات جزئية مهمة جدا جزئية الاختبارات جزئية مهمة جدا يعني انا دايما بلاحظ انه ممكن البعض يعمل ايه ممكن شايفين حضرتكم كلمة اختبارات 16 اكتوبر دي مثلا ده رابط المفترض الطالب لما يجي يفتح الرابط ده تمام هيدخل على الصفحة دي هيجد الرابط الاختبار ويدخل على الاختبار فبعض الوقات اجد ان مثلا ان هذا الرابط في حالة اخفاء اخفاء الرابط سمحاتكم شايفين اخفاء الرابط فالطالب اساسا لما يجي يدخل على المقرر وهيجي يدخل على اختبارات 16 اكتوبر دي لن يجد اختبارات لن يجد هذا الرابط فلو الطالب ما لقاش الرابط ده يبقى اذا مش هيقدر انه يضغط على هذا الرابط عشان يدخل على الاختبار نفسه لذلك انا دايما انصح حضرتكم ان لازم الرابط ده يكون في حالة اظهار لازم اعمل اظهار للرابط دي اهم حاجة اظهار للرابط الحاجة التانية المهمة جدا اللي هي ايضا دايما اشوفها اللي هو ان الاختبار زي مثلا اختبار زي اختبار النهائي ده مثلا البعض ممكن وهو بينشئ الاختبار لقوم جاي كده يعمل حاجة اسمها بدل اتاحة للطلاب يخليها لا طبعا لو انا قلت ارسال دلوقت طبعا هنا في حالة انه لا معناها ايه معناها ان الطالب لو دخل العنصر غير متاح الاختبار ده مش متاح الطالب مش هيبقى مش هيبقى موجود اصلا الطالب مش هيشوفه مش هيلاقيه فياريت حضراتكو لما تنشؤ الاختبار ما تنشئش الاختبار وتسيب الاعدادات بتاعته انه على وضع لا لا لازم الاتاحة انا عم جزئة مهمة جدا انا انا في بعض في البعض بشوف النقطة دي موجودة اللي هو جزئة ايه ان الاتاحة موجودة لا طبعا لما الاتاحة لا معناها ان هذا الاختبار جاي متاح للطلاب يبقى الطالب لما يجي وقت الاختبار مش هيلاقي الاختبار ف البعض بيفسر للامر ده بيبرروا ان انا خايف ان الطلاب بيشوفوا الاختبار بادري قبل معاده فيدخلوا على الاختبار طب هو هيدخل قبل معاده ازاي طالما حضرتك حددت تاريخ العرض بعده والعرض حتى لو حضرتك قلتك العرض بعده والعرض حتى وخلته مثلا بكرة يوم تمانية مثلا بكرة الخميس يوم ايه تمانية احداشر وحضرك حددته الساعة اربعة ونص لحد الساعة خمسة مساء اهو او خمسة ونص بقى ساعة متاح لمدة ساعة متاح امتى متاح بكرة يوم تمانية بكرة من اربعة ونص الخمسة ونص يعني هل هو قبل الوقت ده هل قبل يوم تمانية هل قبل يوم تمانية هيبقى متاح حتى لو حضرتك هنا قلت الاتاحة نعم لا مش يبقى متاح ده معناه ان الاتاحة سيكون كده معناه سيكون متاحا في هذا التاريخ وهذا الوقت فقط قبل كده لا بعد كده لا فحضرتك ما تتلاش وتقول انا هخلي لا اقول الاتاحة لا لا خليها نعم عادي وضيف اعلان مش مشكلة لان الاتاحة والاعلان من داخل اعدادات الاختبار الاتنين مش هيشتغلهم او مش هيتفعلهم مع الوقت ده العرض بعد او العرض حتى هم مرتبطين الاتنين دول مرتبطين بالعرض بعد او العرض حتى فحضرتك سوي اتاح عادي وضيف اعلان وما تقلقش خالص طالما قيدت وحددت العرض بعد او العرض حتى طالما عملت كده لكن لو حضرتك قلت لا ده انا مش هعمل العرض بعد او العرض حتى يبقى كده لا ما ينفعش لازم هنا الاتاحة تبقى لا بس وطبعا عملت الاتاحة لا يبقى الطلاب مش هشوفوا الاختبار اصلا غير متاح ليهم فالاحسن ان حضرتك تسوي الاتاحة وضيف اعلان وسوي العرض بعد او العرض حتى وما فيش مشكلة ما فيش فيها مشكلة فرض الاكمال بلاش فرض الاكمال يا ريت يكون بلاش ليه؟ لان فرض الاكمال ان الحضرتك بتجبر الطالب انه لما يدخل الاختبار يعني مثلا الاختبار مددته 60 دقيقة او 40 دقيقة او 50 دقيقة 50 دقيقة الطالب هنا بدأ في الديئة الاولى جاء عند الديئة الخامسة حصلت له مشكلة خرج من الاختبار طالما خرج وحضرتك هنا مسوي فرض اكمال مش هيقدر يدخل مرة تانية مش هيقدر يستكمل مش انه يدخل مرة تانية انه يبتدوا اختباره من الموضوع الجديد لا بنقول يستكمل اختباره يعني هو عند الديئة خامسة وحصل له اي حاجة وخرجته من الاختبار طب هو نترجع له مثلا عند الديئة تمانية هيعادي يبقى اذا لما يرجع عند الديئة تمانية الطالب يقدر يستكمل من عند الديئة تمانية ويستكمل لحد ما يخلص لحد الديئة خمسية ما عندش مشكلة خالص لكن كون ان حضرك فعلت فرض الاكمال انه خلاص كده انت ايه هو طالما خرج مش هيدخل تاني خالص النوضوع فطبعا دي بتعمل ايه هتعمل مشكلة ايه لبعض الطلبة اللي بيحصلون فعلا مشاكل فهدي برضو من النقاط